نتعلم مع بعض كيف نقوم بعمل طريقتين المعجون البارز للنوع من اللوحات أول شيء نحتاج غير أبيض ومعجون حوائط نحتاج كوباية من المياه وعليها 3 كوباية من الأسمنت الأول سأضع كوباية أو الكوباية وهقلبها الأول لوحدها وبعدين سأضع الكوبايتين الثانية سأضع الكوباية الثانية بالشكل سأضع الكوباية جدا كل مرحلة سأضع الكوباية هنا سأضع كوباية من الغرة سأضع كوباية صغيرين حوالي ربع كوباية أو أقل لتبقى خفيفة لما جنزلها على المعجون بتاعي وهقلب برضو كويس هنا هنزل معلقتين من معجون الحوائط على المعجون بتاعي وهقلبهم برضو كويس جدا وبعد التقليب سأضع الكوباية بالشكل سأحاول أنه لا يكون قيل ولا خفيف هنا سأضع المعجون بتاعي على اللوحة هنا أنا بشتغل على لوحة كنبس مقاس خمسين في سبعين طبعا الكمية اللي أنا عملتها دي هي تكفي لوحة أربعين في ستين أو أصغر لكن الخمسين في سبعين أنا اضطريت أعمل كمية تاني عشان تكفي اللوحة فلازم طبعا قبل ما نشتغل في اللوحة لازم نبقى مراعيين إن الكمية بتاعة المعجون تكون مناسبة لمساحة اللوحة كمان أنا بفضل إن اللوحة تكون تحتيها قبل كاش أو إن هي متثبتة خشب من تحت أحسن من قماش بس لإن ده بيبقى مريح في الشغل أكتر وهنفرد المعجون بالشكل دوت بأي سكرابر عندنا بحيث إن احنا نشتغل عليه ويكون سمكه حوالي 3 ميلي هنا بجيب السكرابر بتاعتي بختار الشكل اللي أنا عايزاه وببدأ إن أنا أمشي على المعجون به بالراحة جدا بالشكل ده طبعا أنا في اللوحة دي مسحت كتير وعدت كذا مرة لإن لما المساحة بتكون كبيرة بيبقى التحكم أصعب كلما اللوحة بتكبر كلما التحكم بيبقى فيها أصعب شوية بس طبعا عادي مفيش مشكلة بنعيد ونقرر المحاولة لحد ما بتصبط معنا هنا عمل معي عيوب كده في الأسمنت هو أنا بشتغل في ورده مسحته تاني وبتديت أشتغل تاني لحد ما وصلت لشكل إن يكون العيوب في قليلة إلى حد كبير لإن كده كده إنه عدام الرسم لازم بيكون في بعض العيوب أو ممكن نقول الرطوش اللي بتبقى موجودة من الرسم ودي بتبقى طبيعية وبتدي الرسمة شكل حلو مش هنقول إن هي عيوب لكن هنقول إن هي تأثيرات بتدي للوحة قيمة وشكل حلو وطبعا لو في أي حاجة برزة من اللوحة شكلها مش عاجبنا بنقدر إن إحنا نصنفرها بعد ما بنخلص قبل مرحلة الديهان وبأي إما بنسيبها لو إحنا شايفين إن هي بتدي تأثير حلو هنا حاولت أعمل تأثيرات تانية بسن سيكنة المعجون وعايز أقول لكم برضو إن أنا في الآخر عدت الرسمة كلها وعملت شكل تاني خالص بنفضل نجرب ونحاول لحد ما بنوصل للشكل اللي مريح بالنسبة لنا هنا مرحلة الألوان أنا لونت بألوان أكريليك كونت الدرجات بتاعتها هكون لكم المجموعات اللونية داية في فيديو تاني وإشتغلت بالألوان اللي أنا كنت مكوناها الألوان الأكريليك هنزلكوا برضوء الفيديو بتاع حاف صندوق الوصف ودي نتيجة هائية لللوحة وإن شاء الله هنزلكوا في قرب وقت الطريقة التانية بلوحة جديدة إن شاء الله أعني 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 أع